ترجمة نانسي قنقر فقد بلغ عددهم حوالي 16.800 أسرى وفرد في حين يستفيد من مخصص الإعاقة أكثر من 12.700 شخص أما فيما يتعلق بعلاوة بدل السكان التي تصرفها وزارة الإسكان فيستفيد منها 44.700 مستفيد وبالنسبة للتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم والذي يتم تحويله كل ثلاثة أشهر على حساب المستفيدين تستفيد منه في دفعة هذا اليوم أكثر من 173 ألف أسرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر